بعد رفض ميليشيات الحوثي جميع محاولات إحلال السلام في اليمن الشرعية تتخذ قرار الحسم العسكري الحكومة اليمنية أعلنت رفع الجاهزية القتالية في جميع وحدات الجيش لاستكمال تحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي شدد على ضرورة العمل المشترك بروح وطنية مخلصة لدحر مشروع الانقلاب ويعادة مؤسسات الدولة هذه التصريحات الحكومية تزاملت مع عملية عسكرية لوحدات من الجيش استهدفت مواقع الميليشي الحوثي في مديرية خب والشعف شمالية شرق محافظة الجوف مصدر عسكري أفاد بأن عملية الاستهداف هذه نجحت في تدمير عدد من آليات عسكرية تابعة للمتمردين ومقتل وإصابة من كان على متنها وتيرة المعارك لا تهدى في حجة قبائل حجور تستهدف خطوط إمداد حوثية قادمة من محافظة عمران وتكبدهم خسائر كبيرة وذلك بسقوط قتلى وجرح في صفوفهم بدعم وإسناد من طائرات التحالف العربي اشتركوا في القناة